يستطيع الرئيس الأمريكي جو بايدن القول للأمريكيين إنه حقق معجزة ومنع وقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي بعد موجة غلاء عاتية كل شهر يقولون سنقع في الكساد الشهر المقبل لكن ثلثي الاقتصاديين يتوافقون على أننا لن نقع في الكساد خصص الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي لزيارة ولايات عدة وللتحدث عن إنجازاته من إيجاد ملايين الوظائف إلى مكافحة التضخم ومع ذلك يرى جو بايدن أن الرأي العام الأمريكي لا ينظر بإيجابية إلى أدائه بنسبة تتراوح بين 50 و60% غالبية الناخبين بمن فيهم أكثرية من الديمقراطيين قلقون من عامل السن لدى بايدن وتأثيره على نتيجة الانتخابات ربما لا يكون حجب التأييد لبايدن أمرا مهما لو لم يكن مقبلا على انتخابات رئاسية وسيحتاج إلى كل صوت ليكسب الانتخابات في خريف العام 2024 وما يجب أن يخلق بايدن هو أن استطلاعات جديدة أشارت إلى أن دونالد ترامب يتقدم عليه في التصويت العام بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4% في بلاد تعيش استخطابا عندما يرى الجمهوريون أن الدمقراطيين يستغلون وزارة العدل ضد ترامب فهذا يدفعهم للوقوف بشدة ضد الدمقراطيين من الملاحظ أن ترامب تابع خلال الأيام الماضية التشدد في خطاباته وهو يكرر شعارات الانتصار على الطبقة السياسية ومن يعتبرهم شيوعيين ومتأمرين على الأمريكيين هذه هي المعركة النهائية وأنتم بجانبي سنهزم الدولة العميقة ونطرد دعاة الحرب من حكومتنا سوف نطرد دعاة العلماء ونطرد الماركسيين الشيوعيين والفاشيين وسوف نتخلص من الطبقة السياسية المريضة التي تكره بلادنا سنقضي على وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة ونحرر أمريكا من هؤلاء الأوغاد مرة واحدة وإلى الأبد وهكذا يتابع ترامب تقدمه في صفوف الأمريكيين خصوصا الذين يعيشون خارج المدن وينظرون إلى الطبقة السياسية في واشنطن على أنها طبقة فاسدة ويجب التخلص منها في أرغنم العربية واشنطن لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات